على أيضاً مباشرة بدنا نصبح للخير على الكابتن لوئي اللي معنا اليوم من خلال فقرة رياضية أيضاً صبحية مميزة صباح الخير كابتن ويعطيك العافية صباح الخير صباح الخير حازيم صباح الخير كاتي صباح الورد أجل تكملنا اليوم كوتش تمارين بهذه الفقرة؟ اليوم بدنا نحكي عن عضلات البطن بشكل عام طبعاً رح نعمل تمرين آخر إشي بس أولها بدنا نحكي عن عضلات البطن والرياضة يعني شوية بشكل عام صدق صباح النشاط والطاقة الإيجابية طبعا الرياضة رياضة للجميع ورياضة طبعا صحة للجسم والعقل والقلب أهم شيء وبتمنى إنها تكون نمط حياة لكل الأعمار يعني إن كان كبير إن كان صغير فبيقدر يمارس الرياضة وما بنقدر نحكم على واحد كبير في العمر إنه بيكون إنه ما بيقدر يمارس الرياضة رياضة للجميع وبتمنى إنها تكون نمط للحياة هلا بشكل عام إنه بدنا نحكي على عضلات البطل عضلات البطن كل ياتنا إنه منحب نبرزها ونحب إنه تكون مبينة وأي شخص ما بيكون عنده عضلات بطن نحكي عنه مش رياضة طبعا فهذا إشي غلط فهذا بوجهة نظرنا إحنا إنه منحكي الشخص اللي عنده عضلات البطن فبيكون محافظة على صحته محافظة على أكله محافظة على حياته بشكل عام طبعا عضلات البطن هاي أهم عضلات الجسم الإنسان يعني بتقوي أول إشي طبعا بتقوي الظهر بتقوي عضلات جسمك كاملة فما بيصير نهمل عضلات البطن لأنها مسؤولة بشكل عام عن كل تماريننا وإحنا بس نلعب تمارين رياضية يعني إن كان في البيت أو إن كان في الناد الرياضي فلازم نلعب عضلات البطن وطبعا كل التمارين تستهدف في العضلات البطن إن كان منلعب تشيست إن كان منلعب كتاف إن كان منلعب إجرين فكلياتها إنه بتعتمد على عضلات البطن بشكل رئيسي فعضلات البطن هاي بتنقسم من أربع عضلات عضلات البطن تنقسم من أربع عضلات رئيسية فهلأ بس نلعب عضلات البطن إنه ما تزيد تكرارات أو تزيد أوزان فهذا إشي مش شرط هلأ عضلات البطن بتغطيها إذا ما بيكون عندك عضلات بطن فبتغطيها طبقة من الدهون هاي الطبقة من الدهون بتعتمد بشكل أساسي على إنك تلعب كارديو وتضبط جدولك غذائي لأنه كلياتنا عندنا عضلات بطن بس إنه بيكون في طبقة دهون فوق عضلات البطن فهاي الشغلة بتمنعك من ظهور عضلات البطن عندك فأكيد لازم تلعب كارديو تهتم تمرينك الرياضية تلعب برضو العضلات البطن في ناس بيكون عندهم سمنة زائدة أو منقدر نحكي مثلاً وزنه مثلاً 75-85 كيلو فما بيقدر إنه يلعب بعضلات البطن وهذا إشي كثير غلط فعضلات البطن بتقوي كثير إنه الجسم بشكل عام فراح نعطيكم مثال على ثلاث تمرين أو أبع تمرين رياضية إنه عضلات البطن بتقويها في البيت أو في الناد الرياضي تمرين الثاني تمرين الثاني طبعاً نلعب أهم إشي لبلانك لأنه لبلانك بتعتمد بشكل أساسي على شد البطن لأنه شد جميع أجزاء الجسم طبعاً تلعبها من 20 ثانية إلى 30 ثانية أد ما تقدر طبعاً ننتبه إنه يكون راسك دغري وما تأذي العمود الفقري طبعاً الجوانب هاي كمان بتشد عندك الربس وبتقلل من طبعاً حرق الدهون في الجوانب برضو من 20 ثانية إلى 30 ثانية هدول أهم تقريباً 3 تمرين أساسية لعضلات البطن وأهم إشي لا تهم العضلات البطن لأنه إنت بس تيجي بس تيجي تخفف من بس تخفف من الدهون بجسمك راح تطلع شكلها أحلى ومتناسقة وبيكون وضعك مية بالمية وهم إشي اهتم بالتغذية لأنه هاي أساس عضلات البطن وإبرازها يعطيك العافية كل شكراً يعطيك العافية كل الشكر إلك وإن شاء الله هذه التمرين دائماً الصباحية المميزة تخلي الواحد طول اليوم بنشاط وحيوية راح نروح لفاصل وراجعين خليكم معنا